عاجل جديد يحمل أسماء ضحايا جدد تلك هي دائرة الأخبار التي ترد بين الحين والآخر من تعز المدينة التي أصبحت الحرب الحدث الأبرز في يومياتها المتعاقبة منذ قرابة العامين الأخبار الواردة قد تحمل في تفاصيلها أيضا عودة المواجهات إلى منطقة ما واستعادة المقاومة الشعبية الأخرى أو محاولة تسلل للميليشيا إلى إحدى الجبهات على هذا النحو يستمر تدفق الأخبار بالموازات مع ما تشهده المدينة من سيناريو حرب الكر والفر بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة أخرى ففي تفاصيل اليوم الجديدة مصرع أحد قيادات الميليشيا أثناء محاولاته التسلل مع مجموعة من الانقلابين باتجاه مواقع المقاومة التي تمكنت من دحر المهاجمين في الجبهة الغربية أما في الجبهة الشرقية ووسط المدينة فقد شنت الميليشيا قصفا عنيفا على الأحياء السكنية طيلة الساعات الماضية أسفر عن دمار كبير في ممتلكات المواطنين وبالانتقال إلى ريف المحافظة فلا تزال منازل الأهل وقراهم عرضة لقصف الميليشيا في منطقة الشقب بصبر الموادم التي شهدت إضافة اسم جديد إلى قائمة الضحايا المدنيين الأمر ذاته يحصل في مديرية حيفان حيث تعرضت قرى السكان هناك إلى خراب كبير جراء القصف المتواصل الذي أدى إلى نزوح الأهل من مساكنهم على ذات الصعيد الوارد آنفا تستمر تعز في الريف والحاضرة ويبدو أن هذه الحال مرشحة للبقاء إلى أجل غير مسمى